الوصلات العصبية العضلية الوصلات العصبية العضلية نيرو ماسكلر جنكشن يعطي الجهاز العصبي الإرادي الأوامر التي تنظم حركة الجسم عن طريق إشارات عصبية تنتقل من المخ أو الحبل الشوكي إلى العضلات ومن ثم تتحرك هذه الإشارة العصبية لتصل إلى الخلية العصبية الناقلة لأمر التحريك لتقوم بتنشيط تقلصها والآن هل تعلم كيف أنتقل السيال العصبي بين الخلية العصبية والخلية العضلية؟ هيا نتعرف على الإجابة سويا لنلقي نظرة أولا على عناصر هذا الاتصال بين كل من الخلايا العصبية والعضلية حيث تنتهي الخلية العصبية بانتفاخات تحتوي على حويصلات تشابك بها نواقل كيميائية هذا بالإضافة إلى مضخات الكالسيوم أما الخلية العضلية فلها مستقبلات للناقل العصبي وتسمى المسافة بين الخلية العصبية والعضلية بشق التشابك فعند مرور السيال العصبي عبر محور الخلية العصبية وصولا إلى نهايتها تفتح مضخات الكالسيوم المبوبة كهربيا وأدخل منها أيونات الكالسيوم لتتجه إلى حويصلات التشابك مما يتسبب في تفجيرها وإطلاق الأستيل كولين منها عن طريق الإخراج الخلوي بعد ذلك يعبر الأستيل كولين شق التشابك ويتجه إلى المستقبلات على غشاء الخلية العضلية والتي تحتوي على قنوات نقل الموجبة وبالتالي تفتح مضخات الصوديوم وأدخل منها أيونات الصوديوم إلى الليف العضلي وتخرج أيونات البوتاسيوم من الليف العضلي ونتيجة لهذا العبور خلال الغشاء تتغير نفاذيته وينخفض كمون الغشاء وبالتالي يمر السيال العصبي إلى الخلية العضلية ليحدث لها عملية الانقباض وبعد حدوث الانقباض ينكسر الأستيل كولين بواسطة إنزيم كولين استريز إلى كولين وحمض الخليك ليعود غشاء الخلية إلى حالة الراحة من جديد